قبل ما نتكلم على النهاردة تحديداً وهو يوم من أكتر الأيام اللي الواحد فعلاً بيبقى سعيد فيها يعني مسألة احتفالية قدرون باختلاف عايز أخدك بس في حتة كده في السريع علشان النغبشة في الدماغ كانت بدأت تحصل السؤال إحنا بنقول 35 مليار صح؟ وإخواننا الإماراتيين بيقولوا 24 مليار صح؟ طيب إحنا الاتنين صح إزاي عم يوسف 35 مليار دول جماعة متقسمين إزاي؟ متقسمين 24 مليار جايين بتحويلات مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لجمهورية مصر العربية وطننا العظيم طيب الفرق 11 مليار ده اللي هو إيه؟ ماهو دي الودائع الإماراتية اللي في البنك المركزي يبقى أيوة هم 35 مليار زي البيانة المصري اللي تفضل بيه دولة رئيس الوزراء وفي نفس الوقت أيوة هم 24 مليار صافي التحويلات الجديدة المباشرة طيب رأس الحكمة حاجة وبقية المدن حاجة تانية استثمارات تانية خالص باتفاقات منفصلة كلهم على حدة إلى آخره واللي جاي أكبر تاني أنا امبارح قلتلك الدولارات لما هتوصل تخش البنكة عندنا إيه اللي يحصل؟ لازم الدولار يزيق إيه إيه؟ صح؟ طيب النهاردة رئيس الجمهورية بنفسه قال والدفعة الأولى وصلت مين أول برنامج قال لك كده؟ سيبك من يوسف شكرا طيب خش بقى على التطبيق بتاع السوق السوداء إمبارح لا إمبارح مين؟ ده الحد النهاردة الصبح قال لك الدولار بواحد وخمسين ونص الريس قال الجملة الدولار بقى بتسعة واربعين ده معناه إيه؟ ما ده معناه أنت بيتم التلاعب بيك إيه العلاقة؟ في علاقة ارتباط ما بينهم؟ طبعا فيه علاقة ارتباط إن الاتنين مش عاوزين خير للبلد دي بيكلموا نفس اللغة دول بيقولوا سيبكم من الكلام ده الدولار صاعد ودول برضو بيقولوا سيبكم من الكلام ده ده الدولار صاعد دول بيشكاكوا في الاتفاقات ودول بيشكاكوا في الاتفاقات دول بيشكاكوا في الاستثمار ودول بيشكاكوا في الاستثمار دول بيشكاكوا في قدرة الدولة على توفير وتدبير العملة الصعبة ودول بيشككوا في قدرة الدولة على توفير وتدبير العملة الصعبة الله ده الطينة من العجينة بقى يبقى اللي اتنين وقفين في وش حضرتك انت اللي اتنين مش عاوزين الصالح بتاعك انت هو مين اللي مش عاوزين لو انا بحب البلد دي ابقى عاوز لها الخير بحب الناس يبقى انا عايز الاسعار تهدى وعايز الدولار يهدى وعايز الاستثمار يزيد وميت فل واربعتاشر طيب هو مش حضرتك وكلكم بتقرؤ على المواقع اخبار متعلقة براس جميلة في شرم الشيخ طيب كل اللي انت بتقرأ فيه شيء كبير من الصحة بس بالمناسبة يعني الارقام اكبر بكتير من اللي بيتقال او من المنشور ده مثلا يعني طيب تعالي نرجع اول امبرح انا قلتلك ايه قلتلك القصة مش راس الحكمة ده احنا لسه عندنا خمس او ست اتفاقات جدد نيجي النهاردة نلاقي هذا الخبر السعيد والتوقيع بتاع استثمارات باجمالي قيمة 40 مليار دولار ليها فترة ضخ في المرحلة التجربية ما اصدل ليها مبلغ متعلق بضخ المرحلة التجربية ليها المرحلة الاولى وبقية المبلغ متعلق بالمرحلة التنفيذية تيجي مبارح كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد تقول ايه تقول اسابيع قليلة ونوقع الاتفاق اضعف الايمان هجيلك الدفعتين المتأخرين حوالي 740 مليون دولار بصوا من الاخر البلد مشي بالمزبوط ومشي صح ومشي بتخطيط تخطيط البلد مش ماشية جهجهوني على اي صعيد البلد مش ماشية جهجهوني على الصعيد السياسي مفيش حاجة ماشية جهجهوني الاقتصادي مفيش حاجة ماشية جهجهوني هتيجي تقول لي بس اصلا يوسف الاجراءات الاقتصادية اقول لك صح عندك حق 100% في حاجات كتير جدا تحتاج مراجعة وفي حاجات تحتاج تعديل وفي حاجات تحتاج اعادة بناء ومالهو الحوار الوطني شغال على ايه عندي وثيقة ملكية الدولة وهو ده معناه ان احنا بنرجح حاجات عندي تخرج الدولة من بعض الانشط ده معناه ان انا بنرجح حاجات بدخل استثمارات اجنبية مباشرة ده معناه ان انا بسهل امور ما كانتش قبل كده سهلة عايز اشجع الاستثمارات الوطنية المحلية عاوز اشتغل على تشجيع الصناعة والتصدير وما الى ذلك في الجانب السياسي اديك شايف اللي بيحصل هنوصل بامر الله بامر الله بامر الله يعني بيتنا قابقى وسين او ادنى من توقيع اتفاق الهدنة باذن الله يا رب اعرف اروح فلسطين في الهدنة كده ونشوف الدنيا هناك ونشتغل وتبقى حاجة جميلة باذن الله ونشوف ايه اللي بيجرى هناك وننقل اليكم دايما يعني يا رب الوحد يعرف يعمل كده تتعامل الهدنة ونسافر نعود هناك كم يوم وننقلكم صورة واضحة حقيقية على ما يحدث من ناحية ومن ناحية تانية على طبيعة الدور المصري العظيم في فلسطين ده مثلا طيب على الصعيد الداخلي بالمناسبة دولة قاعد عمالة بتبزل مجهود كبير جدا عشان تخفيض الاسعار وعشان توفير كافة السلع الغذائية للمستهلك والدواء وما الى ذلك طيب على صعيد اخر على الجوانب الاجتماعية والانسانية طيب ما احنا شفنا زي ما قلتلك قبل كده شفنا مسألة القرارات اللي صدرها اصدرها الرئيس من حوالي 20 يوم تقريبا المتعلق بالذات الملتبات والمعاشات ومعاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة وما الى ذلك وعلى صعيد اخر احتفالية النهاردة اللي كانت بحضور وتشريف وخامة رئيس الجمهورية